بيبدأ المسلسل في قرية كوجي وبتكون بتطلع على الجبال والأنهار وبينشوف الشرطي كانو وهو منفعل وبيزعق ورايح لبيت من بيوت القرية وبيفضل يخبط على الأبواب بجنون تام وبعد كده بنشوف واحد من اللي سكنين في البيت بيصوره وبيحاول كانو يمسكه بس أبيعرفش فبيطلع مسدسه وبيفضل يسرخ انه عارف حقيقتهم وانه من آكل لحم البشر وبعدها بيدرب طلقتين في الهواء وبعد دقايق بيدخل كانو كهف مجور وبيتفاجئ لما بيلاقي واحد من آكل لحم البشر وفجأة بيظهر شخص مجهول من وراه ومعه سكينة وبيقتله وبعدها بفترة بنشوف الشرطي دايجو وهو رايح للقرية مع زوجته يوكي وبنته مشير واللي بنعرف انها ما بتتكلمش بسبب حدثة حصلت لها ولما بيوصل بيرحب بيه أهل القرية واللي بيتفاجئ انهم عند بيته اللي هيسكن فيه وبيحطول وعفشه فيه وبيرحب دايجو بيهم وبيقولهم انه الشرطي الجديد وبيعرفهم على عيلته وبيقولهم انه هيعمل اللي يقدر عليه علشان قريتهم تتقدم وبالليل بتكون يوكي بتوضب بيتهم وبتلاقي صندوق فبيتروح توريل دايجو واللي أول ما بيفتحه وبيعرف انه للشرطي كانو اللي كان موجود قبله وبيكتشف انه هما سكنين في نفس البيت اللي كان ساكن فيه واللي بيكون فاكر انه استقال بسبب لعبه للأمار واختفى بعد كده فبتشوف يوكي صورته وبتحس انه طيب ومش ممكن يكون ده السبب وتاني يوم بيجهز دايجو علشان يروح شغله فبيدخل أهل القرية عليه وبياخدوه في جولة علشان يتعرف على القرية وأهلها واللي بيرحبوا بيه وبيدولوا كمان خضار من أرضهم علشان يديل زوجته وبعد كده بيروح أهل القرية مع الشرطي دايجو لأكبر مصنع موجودة عندهم وبيكون مصنع للأشجار وهناك بيقابلوا العجوزة توكي المصنع وبتوريهم زيت جايباء وبتقولهم ان الزيت اللي بيداء من اللي بيخرج من الشجر وكانوا بيحطوه زمان على الجثس علشان ما تتحللش وفجأة بيدخل شاب عليهم اسمه كيسوكي وبيقول ان هم لقيوا جثة على الجبل وبيروح دايجو معاه وهناك بيلاقي جثة تعجوزة وبيعرف ان اسمها جين وبتكون جدته وبيقولوا انها اختفت من 3 أيام وان اللي قتلها ممكن يكون دب لكن لما بيقرب دايجو على الجثة واللي بتبقى متقطعة ومتاكل أجزاء منها بيقولهم ان ده مش دب وده بسهب العضة اللي في ايدها فبيتكلم الشاب ان جدته كبرت وخرفت واكد عضت نفسها فبيأكد لهم دايجو ان اكيد في شخص عمل كده فيها وبيتهموا اهل القرية انه بيسقلهم وبيرفعوا في وشه السلح كتهديد وبيحاول دايجو يمسك مسدسه بس بيرجع في قراره وبيمسك اعصابه وبيقرر انه يتقسف لهم عن كلامه بس هما بيتحكوا عليه وبيقولوله انه هما كانوا بيهزروا معاه وبعد كده بيتفق كيسوكي مع اهل القرية انه هما يخرجوا تاني يوم علشان يقتلوا الدب انتقاما لجدته جين ووقتها بيتسل دايجو بقسم الشرطة ويبلغهم بالجريمة وبيجيلوا كيسوكي وبيطلب منه يجي معاه وفي البيت بيكون دايجو بيجهز نفسه لكن يوكي ما بتبقاش رضي بساب انه هيسيبهم لوحده فبيرضيها دايجو بيقولهم انه مش هيتأخر عليهم واول ما بيخرج دايجو من بيته وبيركب العجلة بتاعته وبيلاقيها مخرومة وبيطلب منها مسمار كبير وبعدها بتجيلوا مكالمة من رئيسه وبيبلغوا عن اثار الاسنان اللقيوها في الجثة وبيقولوا انه المعمى الجنائي بيحفحصها وبيحذروا انه يبعد عن عائلة جوتو وده لان كلمتهم مسموعة في القرية وبيبلغوا انه يتصل بيه لو حصل جديد وبيقفل المكالمة وقتها بيروح دايجو على مطعم وبيكون اهل القرية عزمينه على العشاء وبيعتذر لهم ان زوجته وبنته مجوش وبيبدأ يشرب معهم عشان يكساب وبنرجع ليوكي واللي بنشوفها بتحاول تشغل التليفزيون ومن التعب بتنامع الارض لكن بتلاقي كلمة محفورة على الحيطة كلمة اهرب فبتبصلها وبتفضل تنده على بنتها مشيرو واللي ما بتلاقيهاش وبتخرج بتدور عليها وهي خايفة لا يكون في حاجة حصلت لها وقتها بنلاقي مشيرو بتجري ورا قطة واول ما بتوصل عندنا وبتتفاجئ بواحد من اكيه اللي حمل بشر بيأكل في جثة واللي اول ما بيشوفها بيقرب عليها وبيقف مشيرو في مكانها وبعدها بتطلع بقطعة من الحلوة وبتدهالو وبياخدها منها وبيطلع من بقصبع بشري وبعد معاناة بتوصل يوكي لمكان مشيرو اخيرا ومش بتلاقي معايها حد وبتكون كويسة واول ما بيشوفها بتحضنها وبترجعها على البيت ولما بيوصل ديجو على البيت بيلاقي يوكي نايمة على الارض وبيروح يشوفها وبتوريلو الكلمة اللي على الحيطة وبتقولو انه اكيد الشورتي كانو هو اللي كتبها وبتبلغو ان مشيرو خرجت من وراها وانها لقيتها وبتقولو ان هما لازم يخلوا بالهم منها وبعدها بيدخل ديجو القوضة المشيرة واللي بتكون نايمة لكن لما بتحس بيبتصحى وبتديله علبة الحلوة اللي معاها واول ما بيفتحها بيلاقي جواها صبوع بشر وبيتخض ديجو من المنظر وبيسألها جابتها منين لكن مشيرو بتفضل سكتة وبعدها بيتنام وبتدخل عليه يوكي فبيحط العلبة في جيبه قبل ما تشوفها وتخاف منه وتاني يوم الصبح بيجتمع اهل القرية علشان يقتلوا الدب وبيكون ديجو معاهم وبيتكلم عمضة القرية في الميكروفون وبيشكرهم على وجودهم وبيقولهم ان دا الوقت المناسب علشان يصطادوا الدب فيه وبعدها بيمشي اهل القرية واللي بيبقى قائدهم كيسوكي عشان يدوروا على الدب ويقتلوا ووقتها بيلاقي واحد منهم اثر لرجل الدب فبيبلغ كيسوكي انه مقرب ناحيتهم فبيطلب من ديجو انه يخلي بال وفاجأة بيظهر الدب وبيقرب من ديجو ولا ما بيلحقش يضرب نار عليه فبيهجم الدب عليه وبيحاول يقتله وبيعضوا من كده فبينقذوا واحد من اهل القرية وبيضرب على النار وبيقتل وقتها بيكون اهل القرية مقتنعين ان الدب هو اللي قتل الجدجين فبيتباحوا الدب وبياكلوا من لحمته وبيتفاجأ ديجو من تصرفهم بعدها بيقوم كيسوكي وبيدولوا قطعة لحمة وبيطلب من ديجو ياكلها بحجة انه لما بياكل منها جدتهم هتفضل عايشة معاهم بلحمها ودمها فبيضطر ديجو انه ياكلها قدامه وبعدها بيلف وشه وبيرميها وفي الطريق بنشوف ديجو وهو راكب العربية مع زوجتي يوكي وبتبقى زعلانة على اصابته في دراعه وبتشتكيله من تصرفات مشيره وبتقوله انها حسب الفشل فبيتأسف لها ديجو بيكمل كلامه انه كان هيموت لما تدبها جمع عليه وعضه بس لما تخيلهم قدام عينيه قرر انه يحافظ على حياته علشانهم وبتقربوا يوكي منها وبتحضنه وبتقوله انه في امان وهما مع بعض وبعدها بتجيله مكلمة من تاكامورة في الطبيب الشرع وبيقوله انه فحص الصبوع اللي جابهوله وتأكد انه ما يخصش الجدة جين وانه صبوع حدتين وبيبلغوا انه هيتصل بيه لما يحصل جديد وبعد كام يوم بيقرر ديجو انه هو يودي مشيرو للمدرسة اللي في القرية عشان تتكلم مع الاطفال لانهم لحظوا انها بتتكلمش زي الاول وبيرحبوا بيهم في المدرسة وبيتقابلوا مع المعلمة وبتكون جاي بكتاب لمشيرو عشان تقدر تتواصل معهم اول ما اعرفوا بحالتها وبعدها بدقايق بتظهر قدامهم جنازة وبيقولهم مدير المدرسة انها جنازة الجدة جين لكن الغريب انه هما بيكونوا لابسين ابيض فبيض ومغطين وشهم وبعد كده بتدخل مشيرو المدرسة وبيمشي ديجو مع زوجه لكن فجأة بيسمع ديجو صوت جاي من الجنازة وبيشوفهم بيتخن وده بساب ان كيسوكي اكتشف ان عددهم زيد واحد وبيطلب من الموجودين يبينوا وشهم بس واحد منهم بيفضل متخفي وبيجري عليه ولما بيحاول يهرب بيمسكوه لكن المفاجأ انها بتبقى سوميري بنت الشرطي كانوا اللي تقتر وانها جت عشان تدور علي وبيطلب كيسوكي منها تمشي من القرية فبتسأله سوميري عما كان والد فبيقرب واحد منهم وبيقول لها انه هرب ديونه ومحدش فيهم يعرف ما كانوا فين وانه كل القرية عارفة ان كانوا مجنون وفي وسط الكلام ما بينهم بيوصل ديجو وبيسأل عن اللي بيحصل وقتها بترمي سوميري الصندوق اللي محدود في الجسة وبيقرب ديجو وبيكتشف النفاضي فبيتقولوا انه هما من اكل لحم البشر وبيقرب نفس الشخص منها وبيحاول يضربها بس بيوصل شخص لابس ديهم وبيمسكوا من شعره لدرجة انه قطع له شعره في ايده وبيحاولوا ان يقرب من سوميري لكن كيسوكي بيمسكه وبيطلب من ديجو انه ياخد هاوية ولما بيوصل ديجو على البيت بيبلغ يوك انه هيروح المحطة يوصلها وفي الطريق بتحكي سوميري لديجو انه عائلة جوتو بتاكل اللي بيتوفى منهم علشان يكون جزء منهم ويكون عايش جوه وده بيعبر عن ابوهم للمتوفي واخلاصهم وانها لما عملت بحث بعدها فقق والدها عن اي كيل وحمل بشر عارفت ان عائلة جوتو منه وبتكامل سوميري كلامها بان والدها ما كانش بيلعب امار وعمر ما كان بيفكر يستقل من وظيف وان اخر مرة شافته فيها كان رايح لهم ولما بلغت الشرطة عن اختفاء وقالوا انها مجنونة زي والدها ومحدش صدق كلامها واول ما بتوصل للمحطة بيقول لها ديجو انه كانوا بقالوا اسبوعين مختلف واكيد عايش وممكن يكون مخبيينه فبتطلب منه يخلي باله من نفسه وبتشكره على توصلها وبتمشي وبعدها بيقرر ديجو انه يروح لبيت عائلة جوتو علشان يشف سرهم فبيمنعوه اثنين من العيلة وبيقولوله ليه ما يصدقش كلام بنت الشرطة وبيوروله كمان فيديو الكانو وهو بيتكلم زي المجنون وبيوصفهم باكل وحمل بشر وعلى الرغم من كده بيصامم ديجو انه يحقق معاهم وبيكمل في طريق وفي اللحظة دي بينشو وهي جايبة بنتها من المدرسة وبتقابلها والدة زميل مشيرو وبتطلب منها يبعدوا عن عائلة جوتو لانهما بيتصرفوا تصرفات غريبة وبعدها بتعزمها عشاي وبيدي ابنها هدية المشيرو عبارة عن علبة فيها فراشة صغيرة وبيمشو ووقتها بتيجي الكيسوكي مكالمة من رجالته وبيبلغوا فيها انه ديجو في بيتهم فبيروحوا على هناك عشان يقتلوه وبيروح كيسوكي على بيت ديجو مع باقي رجالته ولما بيوصل ديجو على بيت عائلة جوتو بيخبط على الباب بس محدش بيفتحله وبيخرج واحد وبيصوره ووقتها بتوصل عائلة جوتو بيتهجمه على ديجو بيستفزون ان هم عارفين حياته وسبب نقله وده لانه قتل حد فبيمسكهم ديجو يضربهم كلهم وبيأمرهم يروحوا معاه لإسم الشرطة ويعترفوا باللي حصل للشرطة كان فبيقوم واحد منهم من على الأرض ووشه كله غير أندم وبيقولوا انها تدع على كل القوانين وتعراها وان شخص اسمه ذلك الرجل هيدفعه تمن دغالي جدا وفي اللحظة دي بتوصل يوكي على بيتها وبتلاقي كيسوكي وبقي رجالته ومعهم أسلحة فبتخاف مشيره وبتوقع العلبة على الأرض وبتوقف الفراشة عند كلمة إهرام وفي وقت ما بيقبوا ديجو على عائلة جوتو بيركبهم العربية وبتوصلوا رسالة من دكتور تاكامورا وبينغوا فيها النصباع اللي معاه تلع للشرطة كانه وقتها بتحاول ستات عائلة جوتو يمنعوا ديجو من اللي بيعملوا وبتقول لواحدة منهم ان ذلك الرجل مش هيرحم وفاجأة بيظهر من وراء الرجل وبيضربه على دماغه وبيخده وبعدها بيسحبه على الأرض وبيرميه في مكان بعيدة عن القرية وبنرجع للماضي وبينشوف ديجو وهو بيجري ورا واحد من المجرمين ولما بيمسكه بيفضل يضرب لحد ما بيقب وقتها بتكون ماشيره فصلها وبتتكلم عن والدها وبتقول انه شرطي ناجح في شغله بس عبه الوحيد انه عصبي وممكن يقزلوا الدعم وبتوجه كلامها للأمهات بان هما ما يسرخوش على أولادهم وكمان يبطلوا ضرب فيهم وانهم يبقوا لطاف معاه ووقتها بينفع للأطفال وبيطلوب ان هما يعملوا كده لكن يوكيب تبقى متضايقة من تصرف بنتها وفي وقت ما بيوصل ديجو على المدرسة وبيشوف كلام بنته عنه وبيجري عليها وبيحاول يلعب معاها وفجأة وفي وقت ما بيكون ديجو بيرقبوا مع الشرطة وبيسألوا زميله عن علاقته كيونه وبيرد انه ما يعرفوش لكن يوكي زبت ويتقولوا انه شخص طيب وبيكمل كلامه بانه لما كان بيدربه قاله بمشاعر صدقة انه بيحب مشيرو وعمر ما فكر ايها ووقتها بيجي لهم بلاغ ان في بنت عندها 8 سنين طلعت شاقته وبيجري ديجو على هناك وبيعرف انها بنته مشيرو ولما بيوصل على هناك بيحاول انه يكسر الباب وبنيرجع للحاضر ووقتها بيفوق ديجو وبيلاقي نفسه في المستشفى ومعه يوكي وبنته وبتطمن عليه وبتفرح ان هو وفاق وبتقوله ان هم يلقيه جنب النهر وجابه عليها وبعدها بدقايق بيدخل كيسوكي ومعه رجالته بيتطمن عليه فبيقول ديجو ان هم حاولوا يقلوه لكن يوكي بتحاول تفهمه انهم كانوا بيحموه من بقى عائلتهم انهم كانوا عاوزين يقتلوه ووقتها بيعتذر كيسوكي عن اللي حصله وبيتكلم واحد منهم بان اخو التوقم هو اللي ضربوا في دماغه لكن ديجو مبيصدقش كلامه وخصوصا انه شاف الشخص اللي هاجمه فبيطردهم بره وبيتكلم كيسوكي بان فيه اشخاص مسلموش نفسهم وانه يخلي باله من نفسه عشان محدش يعرفه منوين على ايه وفي اللحظة دي بيقوم ديجو وبيطلب انهم يمشوا من المستشفى عشان يدور على باقي عائلت جوتو وبيقبض عليهم وبتحاول تقنعه يوكي انه لسه ماكملش فترة تانية بس هو بيصمم على قراره وبيسمعش ليها وبعدها بينشوف رجالت جوتو وهما بيسمعوا رسالة ناكامورا لديجو وبيبعتموت سرسالة ليه وبيبلغوا انه عاوز يقبله من تليفون ديجو لما بيوصل ديجو على بيته بيلاقوا مويري مستنياة ولما بتشوف حالته بتتأسف له انها السبب وبعدها بتواريله قائمة بالاركام اللي اتصلت على والدها ومن ضمنهم رقم غريب اتصل من الامر صناعي وبيكون اخر رقم كلم والدها وقتها وبتطلب منه يعرف رقم مين وبتسيبه وبتمشي وبعدها بتقوله انه عائلت جوتو كلهم مجانين مع داكي سوكي غيرهم خالص وبعدها بتخرج يوكي وهي معاها هدومها ومتدايقة منه فبيقول لها اني في حاجة خبها عليه وهي اني مشيره لما كانت في الغابة لقيت صباع بشري مقطوع وديتوا انه كان فاكر انه يخص الجداجين لكن مطلعش هو وانه متأكد انه يخص الشرطي كانو وبعدها بيركبوا العربية وبيمشوا من القرية وبعد شوية بيوصلوا على مدرية الام وهناك بيقابلوا رئيسه وبيتطمن عليه وانه كان قلان عليه هو وزمايله فبيطلب داكي منه انه يتكلموا مع بعض هناك بيقولوا انه شاكي كان عائلة جوتو محتاج زى الشرطي كانو او قتلوا بالفعل فبيطلب رئيسه منه انه يبعد عن عائلة جوتو وانه تولد هناك وكبر في القرية وكان والده على طول بيحذره منه وبعدها بيفكر وبيطلب انه هما يفتحوا قضية كانو من تاني بس بيقول لديجو انه مش هيحقق فيها انه ممكن يقتلوا في اي وقت وفي اللحظة دي بيجي شورتي وبيبلغ داكي وانه دكتور ناكامورا طالب يتكلمه سابن مريض فبيتصل بيه داكي واللي بيرد عليه تحت تهديد عائلة جوتو بانه عاوز يقابله وهايستنى في المستاشر بعد كده بيعذبه موتسو وبيكسر كل صوابعه وفي الطريق بتهجم على ديجو وعائلة جوتو بيحاولوا يقتله وقتها بيرجع ديجو بذاكرته بتكلمه هاجم على شقة كونو واول ما بيدخل بيلاقي بنته جوه فبيدخل ديجو وبيبدأ يضرب في كونو وبيدخل زميله وبيبعده عنه في الوقت ده بتحاول مشيره انها تدافع عن كونو وبتقول لديجو انها جت تودعه وانها عارفة كل جرائمه وعلى الرغم من كده ما بتكرهش وانه لازم يكونوا كويسين معاه وإلا حالته هتسوق ولما بيسمع كونو كلامها بيفضل يعيط وبيتأسف لها وبيقوم يمسك ألا حد في ايده وبيضع على مشيره وبيهددهم اللي هياخدها منه هيقتلها فبيمسك ديجو مسدسه بيوجهه ناحيته وقتها بيتكلم كونو مع مشيره انه مش هيضر يبعد عنه وبيحط قيل على رقابتها وبيحاول يقتلها فجأة بيدربه ديجو بالنار وبيموت قدام مشيره ودمه بيلطخ كله الشهر فبيجري ديجو عليها وبيتطمن عليها وفجأة بيغمى عليها وبنرجع للحاضر بنلاقي ديجو بوا العربية متصب هو وزميل وبيقرب على موتسو وماسك في ايده بندقية وعاوز يقتله فبيطلب ديجو من زميله يبلغ الشرط وبياخد المسدس وبيقدر انه يقتلهم كلهم بعدها بيمسك موتسو وبيفضل يضرب فيه وبيقوله انه لو قتله مش هادر يلاقي كانو وبيكلامه انه قتله علشان يدفع عن عيلته وبيفضل يضحل فيهستيريا وبعدها بتيجي الشرطة وبيقبضوا عليها ووقتها بيعترف لهم موتسو بجريمته وبيدل الشرطة على مكان جسد كانو وبيتكلم ديجو انه موتسو سلم نفسه علشان ينقذ عيلته وبيكمل كلامه بان الرجل العملاق هو اللي ضربه على دماغه فبيرد رئيسه انه سأل اهل القرية ومحدش يعرف عنه حاجة وبيقوله كمان يبادع عن عيلة جوتو بعدها بيوصل كيسوكي ومع اصحابه لما بيشوفوا جسد كانو بيعملوا تقوص غريبة حواليها وبعد كده بيمشي وتاني يوم بيتسل ديجو على سوميري وبيبلغها انه مليئوا جسد والدها وانه كان متوقع يكون عايش بس يظنه مطلعش في محل ووقتها بتنهر سوميري وبتعايت على فقدانها لولدها وبعدها بدقايق بيدخل رئيسه وبيعرض على ديجو انه يتنقل لقرية تانية وفن عليه وبالمرة يبدأ حياة جديدة وديجو بيبصر بنته وبيقوله بكر وبعد كده بيتكلم مع يوكي واللي بتقوله ان مشيرو حب المكان هناك واول ما بتسألها بتهز دراسها لانها حبت المدرسة وعاوزة تفضل هناك فبيرجع تاني ديجو القرية وجي مع عيلته بعد ايام كتير بنشوف ديجو عند العجوزة توكي وكان بيساعدها واللي بتديله علبة حلويات لبنته وبعدها بيوصل على البيت وبيوريها ليوكي وبتفرح مشيرو بالهداية جدا وبتاخد العلبة وبتحطها في التلاجة وبيلاحظوا عليها انها بقت مبسوطة وبتضحك على غير العادة وبعد شوية بيمسك ديجو ارقام التليفونات اللي قدتها له سوميري وبيتصل بالارقام الغريبة لانه حاسس انه ممكن يلاقي دليل بس يلاقيهم مقولين وتاني يوم الصبح بيتجمع ديجو مع اهل القرية عالغدا وبيتكلم العمدة سعبه وبيقولوا ان عيلة جوتو مش جزء من قريتهم وبيكمل كلامه بانه هما بيحتاجوا للخشب اللي بيملكوا لعيلة جوتو وانه هما مزنبين في حق كانوا عشان ما قدروش يجبولوا حقه عشان يكسب ديجو ودهم بيقولوا انه مالهمش زنب في اللي حصل وبيفضل يشرب معهم ووزكتهم عشان كده بيقف سابو بيقول لأهل القرية ان ديجو بقى من العيلة خلاص ويعتبر فرد منهم وكلهم بيفرحوا جدا بالخبر ده وبالليل لما بيرجعوا يشوف ديجو وهو قاعد على الكنبة مع يوكي بيشكرها انها ما تخلتش عنه وفضلت جنبه فبيترد عليه ان هم عيلة ولازم يفضلوا مع بعض فبيقرب ديجو منها وبيحضنها ووقتها بيحس ديجو ان في حد بيرأي بهم ولما بيخرج بيلاقيه جيري وبيعرف انه واحد من عيلة جوتو بعدها بيلاحظ انه كتب على الحيطة كلمة قاتل فبيتدايق ديجو جدا وبالصدفة بيعد العمدة سعبة وبيشوف اللي حصل وبتخرج يو جيو وبتحاول تداري الكلمة المكتوب ولما بيطلع النهار بيروح ديجو المصنع عيلة جوتو وبيلاقي اللي كتب على الحيطة واخد جزاؤه وبيدخل كيسوكيو بيقول له انه لما عارف باللي عمل وعاقه وبعدها بدقيق بيتروح سوموري لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمامتها واللي بتكون تجننت بسبب فقدانهم لوالدها وبتتكلم مامتها انها قالت له يهرب وبتفضل تكتب على الحيطة وبتتكلم بحالة هستيريا وجنون تام وبتحاول انها تموت نفسها بس بينقذوها ووقتها بتعايت سوموري وبتقول نفسها ان مامتها كان عندها حق لما حذرت والدها هو ما سمعش الكلام لما بيرجع ديجو بنفسه وهو بيبنى حيطة ومنعا المشاكل وقتها بيوصل سابو بيقوله ان اهل القرية هيزعله من اللي بيعمل انه كده هيعمل حاجز بينهم وانه لازم يكون واثق فيهم اكتر فبيتكلم ديجو بانه حاسس انه هما مزعجين وبيزعل سابو من كلمته وبيمشي وبتتكلم يوكي ان سابو بقى يزورهم كتير وانه حاسة انه هما مترقبين وبعد شوية بيركب ديجو عجلته بس بيلاحظ ان اهل القرية متغيرين وبيعملوا وحش بعدها بيقابلوا واحد راكب عربية وبيقولوا انه سابو وقالوا انه مسكوا من يأتو كمان وصفوا بالموزع وانه اهل القرية بيصدقوا كلامه حتى لو ما قالش كده وانه ممكن اهل القرية يقلبوا عليه في لحظة لما بيرجع ديجو عالبيت بتطلب منه يوكي انه يعتزر للعمدة سابو لانه بسبب كده اتعاملت بطريقة وحشة هي وبنتهم وفاجأة بيظهر قدامهم سابو وبيطلب منه يسمع كلام مراته فبيستغربوا ديجو وبيقولوا انه على طول بيجي في الوقت اللي بيتكلموا فيه اك انه بيرائبهم او بيتجسس عليهم فبيتدايق سابو وبيقولوا انه مش دي الكلمة لمنتظر يسمعها منه وبيضطر ديجو انه يتأسف له علشان يكسب رضا اهل القرية من تاني وبيقبل سابو اسفه وبيعزموا على مهرجان في القرية بيعملوا كل سنة وهو انه هما بيحرقوا لعبة على شكل انسان وتاني يوم الصبح بيروح ديجو مع اسرته علشان يساعدوا اهل القرية في المهرجان ووقتها بيجيلوا اتصال من رقم غريب وبيقولوا انه صاحب الرقم اللي كلم الشورتي كعنه وبيطلب منه يقبله وبعت له بعد شوية بيوصل ديجو لانو وبيبقى عبارة عن مكان مهور ووقتها بيلاقي شاب قاعد في قوضة من الازاز وبيقولوا انه وبيصقش فيه بيفضل يكلم ديجو من ورا الازاز وبيقولوا انه كانوا تاكل وبيقولوا انه سر اهل القرية بيحاولوا يخوطوا للسنين اللي فاته فجأة بيشيل جزء من وشه وبيكون شاكل مرعب وبشع وبيقولوا انه فيه شخص من عائلة جوته واكل وشه وبيكل كلامه بان الحادثة حصلت من 18 سنة ووقتها كان اهل القرية بيغن وقرب منه شخصه واكل ونص وشه وساعتها والدته اخدته هربت بيبر ولما كبر عارف انه مالوش شهادة ميلاد لان معظم الاطفال المولودين في القرية مش بيعملهم اي شهادة وانه والدته توفت من قبل ما يعرف السر عشان كده قرب من كانوا عشان يساعدوا للاسر قتل وبيقولوا كمان المهرجان اللي هيتعمل هيقدموا فيه طفل زيه وبيسيبوا وبيمشي وبيحاول ديجو يفهم منه اكتر لكن بيعرفش ولما بيرجع ديجو للقرية بيلاقي العمدة واهل القرية بيجهزوا للمهرجان وبعدها بيشوف المسؤول عن المهرجان واللي بيبقى اسمه كامياما وبيتعرف على ديجو وبيطلب كلمه على افراد وبيقوله انه لازم يمشي من القرية هو وعيلته وإلا هيتقتل زي الشرطي كانوا فبيرد ديجو بان بنته مبسوطة في القرية وبيكمل كمعيما كلامه انه من الاف السنين كانوا بيقدموا الاطفال كقربين للالهة وفي وسط الكلامة بينهم بيديلوا كمعيما رقمه عشان يبقى يكلمه وتاني يوم بتروح يوكي للمدرسة عشان تجيب مشيره واللي بتلاقيها مبسوطة جدا وبتلعب مع الاطفال ولما بيوصلوا على البيت بتلاقيهم يتبهدل بسبب ديجو انه فاكر ان في حد بيرائب وبيعرف اخبر ووقتها بتجيله رسالة من شخص مجهول وبيطلب منه يقابله فندق عشان عنده معلومات مهمة تخصص وفات كانوا وبالليل بيتجمعه مع اهل القرية للعشاء وبيستأذم منهم ديجو انه هيدخل الحمام ووقتها بيهرب وبيركب عربيته وبيوصل لهم وهناك بيقابل واحد اسمه اوتادة ولما بيعودوا مع بعض بيقولوا ان الشاب اللي قبله هو اللي طلب منه يكلمه وبيكمل اوتادة كلامه بيقولوا انه في موقع اسمه بيتكلم عن الزواهر الغريبة ومن اهمها اكل رحم البشر ولما بيقابل الشرطي كانوا بيعرف ان القرية اللي شغال فيها اهلها من اكل رحم البشر وانه بدأ يدور على دليل في القرية ولقى انه هما بيقدموا طفل قربان وبيكون اسمها كاناكو ولما بتشوف مشيرو بتتكلم معايا وبتحضنها واول ما بتلاقي يوكي قدامها بتفضل تتأسف لها وقتها بيجي سابو وبيحكي لها ان من ثلاث سنين بنته ولدت ابنها ميت فبتكذبوا كاناكو بتقولوا ان ابنها عايش وشافته بيتحرك قدامها وان العجوزة جين اخدته منها وبتلاحظ يوكي اصر ضرب على جسمها فبيجذب سابو وبيقول لها انها وقعت وبياخدها وبيمشي وبتقف يوكي في حالة من الصدمة ولما بيرجع ديجو ع القرية بتقول ليوكي ان العجوزة جين اخدت ابنها منها فبيتأكد ديجو ان هما من اكيل لحم البشر ومع طلوع النهار بيروح ديجو لبيت العمدة وبيسألوا عن ضربه لبنته بس هو ما بيرضاش يدخلوا وبيطردوا من بيته ووقتها بنشوف عيدة جوتو وقعدين قدام صورة العجوزة جين عشان تباركي سوكي لانه هيكون الرئيسة على القرية ولما بيرجع ديجو ع البيت بيطلب من زوجته يوكي انها تتصاحب على بنته العمدة وتعرف قصتها اول ما بيتجمعه مع اهل القرية بتلاحظ يوكي انه كاناكو اعدل وحدها فبتقرب منها وبتحاول تسألها عن ابنها وبتقول لها كمان ان جوزها هيساعدها بس كاناكو بترفض تتكلم و تمشي وقتها بيتصل ديجو على كمايمة وبيطلب يقابله وبيحاول يفهم منه حكاية الاطفال اللي بتاخدهم العجوزة جين فبيرد كمايمة بانها اللي كان بتولد الستات في وقتها وكان بتاخد الموليد منهم وبتقتلهم ولما بيرجع ديجو ع البيت بيلاقي بنت العمدة كاناكو جايلو طلبة تتكلم معي ووقتها بياخدها ديجو برا القرية وبتتكلم كاناكو هي متوترة جدا وبتقولوا لما خرجتش من القرية من زمان وبتكمل كلامها بان العجوزة جين هي اللي ولدتها ووقتها قالت ان ابنها نزل ميت بس شفيته هو بيتحرك وقعدت تقنع والدها بكده بس محدش تدقها واخدت جين الطفلة ومشيت وعلى وشها دحكة مرسومة انها حاولت تنسى لكن ما ادرتش وفي اللحظة دي بتتصل يوكي وبتطلب من ديجو يرجع للقرية لان العمدة سعب وموجود عندهم وبيدور على بنته وعلى طول بيرجع ديجو للبيت وبيتخنق معاه واحد اسمه جينو وبيضربه لكن ديجو بيكون اقوى منه وبيضربه وبيمنعه يقرب منه تاني وبيقولوا انه بيدور على سر عائلة جوتو اللي كلهم خبيينه ومحدش عارفه وبعدها بياخدوا العمدة بنته وبيمشي وبعدها بدقايق بيتكلم جين مع كيسوكي وبيقولوا انه استهم بقوة ديجو وان طولها غير كانو وبيطلب منه يقتله ويخلص منه وتاني يوم الصبح بيوصل كيسوكي على بيت ديجو وبيطلب منه يروح معاه فرحلة للصيد فبيستأذم من زوجته وبيقولها انه مش هيتأخر ولما بيروحوا على الغابة بيسألوا كيسوكي عن سهب سؤاله وعن عيلته وبيحذروا انه يقرب منهم عشان ما يخسرش حد من اهله وبيصوب عليه مسدسه وفجأة بيضرب غزالة بالنور وبيقتلها ولما بيرجع ديجو على البيت ما بيلاقيش يوكي ولا بنته وبيفتح التلاجة وبيكتشف انه عيد ميلاد بنتهم وبيتدي انه نسي فبيتسل على يوكي وبيتأسف لها بس بتقولوا انه مشيره مختفية ومش لقياها فبيخرج يدور عليها وبيبقى خايف لايحصل لها حاجة وقتها بتوصل يوكي البيت العمدة سابه وبتبلغوا انها مش لقيا بنتها وبتسمعهم كناكو فبينده على اهل القرية عشان يدوروا عليها لكن ديجو بتهم العمدة سابه انه ساب في اختفاء بنته فبيتكلم سابه وبيقولوا انه الغلط عليه لانه خرج يصطاد وسبهم وهنا بيتأكد ديجو انه هم فعلا بيرقبوا وعارفين كل خطواته وفي اللحزة دي بتيجي اليوكي مكالمة من جارتها وبتقول لها انه هم لقيوا مشيره ولي بتبقى بتلعب مع ابنها وعلى طول بتوصل يوكي لمكانها وبتلاقي كناكو معاها وبتقول لها انها عرفت مكانها لانها كيب بتيجي في نفس المكان وهي صغيرة فبتشكرهم يوكي على اهتمامها وبتحضوا المشيره وبتكون قال انا جدا عليها ولها بيرجاوا عالبيت بيتكلم ديجو مع يوكي انهما لازم يخلوا بالهم من بنتهم كويس وبيضطر يقول لها حقيقة اهل القرية انهما من اهكيه لحم البشر واني مشيره اختفت كتحذير ليهم وبيقول لها كمان دي القضية اللي بيحقق فيها انهم بياخدوا الاطفال وبياكلوهم فبتتهموا يوكي انه مش بيفكر فيهم وإلا كان ساب القرية بعد ما عارف حقيقتهم وتاني يوم بيتقابل ديجو مع دكتور ناكامورا بعد ما تعالج وبقى كويس فبيتكلم ناكامورا انه كان بيعمل بحث عن مرض معين بناء على طلب من كانو ده قبل ما يموت وبيقوله انه وقتها كان وجاب العجوزة جين على المستشفى عشان يكشف عليها وانها مكادش على طباعتها وسط الكلامة بينهم بيقولنا كامورا انه ساب الخلاف بين اهل القرية وكانوا انه جاب جيني المستشفى من غير علمهم انهم ما كانوش عاوزين حد يعرف بمرضها وانه اكتشف انه في مريض تاني في القرية عنده نفس المرض ده وانه عنده مرض تاني اسمه الدحك وانه وقتها كان طفل عنده ست سنين وكان ممكن يكون حاليا نوصل للسبعين ده لو كان عايش يعني وانه برضو ما عندوش جاية ميلاد وبيتأكد ديجو ان ده الشخص اللي هجم عليه واهل القرية بيخافوا منه ومسمينه ذلك الرجل بالليل بيشوف العمدة سعبه وهو بيحتفل مع اهل القرية وبيرقصه ويغنه وبيدقوا الطبول احتفالا بالمهرجان وكمان بيشوف مشير وهي بترقص معهم وفرحانا وفي اللحظة دي بيقف كمانا جنب ديجو وبيحكي له ان من تقوس المهرجان يحرقوا سبعة من الدمى في وقت واحد كجزء من التقوس بس بعد كده تغيرت وبقوش يعملوا كده فبيقف ديجو وبيفتكر كل الكلام عن اكل لحم البشر وفي الوقت ده بنلاقي كيسوكي ومعاه اخوه وبيبقى اسمه يوسوكي وماخده على كهف وبيقوله ان ده سر علتهم حدش يعرف عنه حاجة وبيدلوا قماشا عشان يغطي وشه بيها واول ما بيدخلوا بنلاحظ مجموعة من الاطفال اللي هيقدموها قربين للمهرجان وبيقوله ان المهرجان بعد ثلاث ايام وكل اللي علي انه يهتم بالطفل ومش بيدديروا اكل قبل يوم من المهرجان ويحميه ان الطفون دي كانت وظفته وهو بيسلمها له وان هما بيجهزوا الطفلة عشان يقدموه لذلك الرجل وبنلاحظ على الاطفال ان هما بيتطرفوا بهمجية زي الحيوانات ولما بتخلص الحفلة وبيرجع ديجو عالبيت بيروح ليوكي وبيقولها انه فكر في كلامها وقرر انه يسيب القرية وبيطلب منها تجهزه دومهم علشان يمشوا وفي الطريق بيلاقي ديجو عربية ماشية وراهم بيطردهم وبيحاولوا انه يهرب منها لحد ما صاحب العربية بيعمل حدثة وبيمشي وبينشوف صاحب العربية وهو بيتصل على واحدة من عائلة جوتو وبيقوله ان ديجو هرب منه ومعرفش يقتله ولما بيوصل ديجو المكان آمن بيقابل صديق ليه وبيطلب منه يخلي باله من عائلته وانه هيرجع للقرية تاني لان فيه طفلة هيتقتل في المهرجان ولازم ينقذه وانه ممكن ابن كناكو يكون عايش ويكون هو طفل فبيقوله يوكي يرجع لهم وانه يخلي باله من نفسه ووقتها بنشوف يوكي وهو بيحم الطفلة عشان يقدمه في المهرجان ويكون واقف برا الكهف كيسوكي واحد من عائلته واللي بيبقى معترض انه يعرف اخوه سر عائلتهم وبيفاهم انه كان بيحب كان وممكن يخلهم يغضر بيهم لكن كيسوكي بيقوله انه اخوه ومش ممكن يقزيهم تاني يوم الصبح بيكون كيسوكي بيجهز علشان يتعين رئيس على القرية وبيتجيله مكالمة من سوموري بنت كانه وبتقوله فيها انها حامل منه بس هو بيقفل الخط وبيروح مع ابوه لكن بيجيله خبر ان ديجو سب القرية هو وعيلته فبيتكلم كيسوكي بانه واثق انه هيرجع تاني وعلى الرغم من كده بيكمال المهرجان ووقتها بتتجمع عائلة جوتو عشان ياخدوا صور عائلية مع بعض وبيفتكر كيسوكي كلام جدته جين بان البشر عبارة عن قطعة لحمة ماشية على الارض معد عائلته انهما لازم يتحدوا مع بعض ويكونوا ايد واحدة عشان ما يتعرضوش للخطر وبالليل بينشوف يوسوكي وهو في الكهف مع الطفل وبيوريله وشه وبيفضل يتكلم معاه لكن الطفل ما بيفهمش كلامه واول ما بيطلع النهار بيوصل ديجو على القرية عشان يرائبهم بس بيشوفوا واحد من عائلة جوتو وبيفضل يضربوا بعد ما ديجو قالوا انه عارف سرهم والطفل اللي هيقتلوه فبيفضل يضرب فيه لحد ما بيفقد الوعي وبعد كده بياخدوا على بيتهم وهناك بيكون كيسوكي موجود ولما بيفوق ديجو بيعرف انه عارف سرهم بخصوص الاطفال وانه عارف انه هما لسه عايشين وبيقترح عليهم انه هما يلفقوا كل التهم للجدة جين بما انها هيا اللي كان بتخطف الاطفال المولودين بعد ما بتولد امهاته بس ما حدش بيعجبوا الكلام وبيتقدم واحد منهم وبيضرب ديجو وبيرميه على الارض فبيقدر انه يفك نفسه وبيمسكه ويحاول يقتله ووقتها بيدخل رئيسه وبيعتذر من كيسوكي وبياخد ديجو وبيمشي وبيتكلم واحد منهم انه مش عاوزين يقتله حد وخصوصا لو كان زابط قبل المهرجان وفي الطريق بيبقى فاكر ديجو انه رئيسه مع عائلة جوتو بس بيثبت له عكس كده بيقولوا انه هو اللي بوز خطتهم وبياخدوا على اسم الشرطة وهناك بيلاقي فريق من زميله وشغالين على القضية فبيتكلم رئيسه انه ما كانش يعرف اي حاجة عن عائلة جوتو بس لما الشرطة كانوا جالوا وعرفوا حقيقتهم اتجاهه لانه كان فاكر انه بيخرف وبيقولوا انه حاسس بالزنب لما سمع بخبر موت كانو فبيتكلم واحد من الشرطة عن الصباعي اللي ادالي دكتور ناكامورا كان يخص كانو وانه ملقيوا عليه اثار لعابه وده بيدول انه اتاكل بعدها بتتكلم المحققة وبيتوري لديجو صورة من قصة كانو وكان عليها اثار عضل وانه محدش فيهم عارف الشخص اللي بيعمل كده فبيتكلم ديجو بيقول ان عائلة جوتو عندهم سر وبيحاولوا يخفوه وانه في رجل عملاق بيسمو ذلك الرجل طوله اكتر من مترين واكيد ده الشخص اللي بيدوروا عليه وفي وسط الكلامة بينهم بيعرف ديجو ان الجدة جين كان لها بنت اسمها عائل جوتو وانها اختفت من 18 سنة ووقتها بيكتشف ديجو انها هي اللي هربت الشاب اللي ميتاكل نص وشه فكلهم بيستغربوا كلامه فبيقول لهم انه لما الشاب كان طفل تاكل نص وشه ليلة المهرجان وان حد انقزه وهرب معاه وانه كل سنة بيقدموا طفل كقربان للمهرجان وبيقول لهم كمان ان في حد بيساعدوا عشان يعرف مكان الاطفال فين وانه قدر يزرع الشك في عائلتهم وانه اول مكان هيروحوا عشان يعرفوا مين الخين اللي وسطهم هو المكان اللي حاجزين في الاطفال وفي اللحظة دي بنلاقي يوسوكي وهو بيلبس الطفل وبيحارو يهربوا وقتها بتدخل عائلة جوت وبيتهموا انه هو اللي حكى سرهم لداجو وبيحبسوا في القفص مع الاطفال وقت ما بيخرجوا هما من الكهف بيكون في حد بيرقبوا وبيتصل على ديجو وبيبلغوا بمكان الاطفال بعدها بدقيق بيجري ديجو بيحاول ان يرجع للقرية بس رئيسه بيوقفوا وبيطلب ان هما يفكروا في خطة وهو ان هما ينقذوا الاطفال يوم المهرجان لان ساعتها يكون اهل القرية مشغولين وان مكان هما يكون بعيدة عن مكان الاطفال ويقدر ينقذوهم بعد شوية بييجي اتصال لواحد من الشرطة وبعدها بيقول لهم ان فريق التحقيق وافق على طلبهم في مساعدتهم بس لو كان عندهم دليل قوي ضدهم وقتها بيتصل ديجو بشاب عشان حاجس ان هو اكبر دليل ولما بيرد الشاب بيتكلم ديجو ان الشرطة دخلت في القضية وان هما عارفين مكان الاطفال وبيطلب منه انه يخرج للعالم ويعرفهم حقيقته وما يخافش من حاجة وانه لو عمل كده ممكن ينقذوا الاطفال بعدها بيسأله عن اسم الستة اللي انقذته وانها من عيلة جوتو فبيرد الشاب انه هيستنم وافقت والدته وعشان تيجي معاه ويقول كل اللي يعرفه وبعدها بيروح الشاب بالوالدته وبيشكرها على تربيتها لي وبيندها باسمها الحقيقة اي جوتو واللي بتتخدى اول ما بتعرف انه عارف حقيقتها وبتقول له ما يقولش الاسم ده تاني فبيطلب منها الشاب انه تحكيله عن ماضيها وانه في شرطة هيساعدهم ينقذوا الاطفال اللي زيه فبتقول له اي جوتو انه ما يعرفش حاجة عنه فبيسألها لو كان بتعمل كده عشان تحمي ولادها يوسوكي وكيسوكي فبترد على انه هم اللي بيحموها من عيلتها وفي الوقت ده بترجع اي جوتو بذاكرتها وبتفتكر كلام مامتها جين واللي وقتها بتطلب منها انها تسيب ولادها وتمشي من القرية والنهاية اللي هتربيهم بدل منها وفي يوم المهرجان بيبقوا كلهم متجمعين وبيبقوا ربطين الطفل وبياكلوا قطعة من اللحم البشري وقتها بيظهر ذاكلك الرجل وبياكل لص وش الطفل فبتجرق اي جوتو وبتمسك شعلة من النار وبتحرقه وبتفك الطفل وبتهرب بيه بس لسوق حظها عائلتها بتلحقها وبتمسك جين بندقية وبتحاول تقتلها والحسن الحظ بيدافع كيسوكي عنها بيحط البندقية على رقابته وبيطلب من جدته وتسيبها تهرب ولا هي موت نفسه وانه واثق ان والدته مش هتتكلم فبيتسيبها جين تهرب بالطفل وبنرجع للحاضر ووقتها بيعرف الشاب انها ضحت بولدها علشانه وبيقفل تليفون عشان محدش يوصله في اسم الشرطة بيعرف ديجو انه بقاش عنده دليل علشان ينقذ الاطفال وبعدها بنشوف واحد من عائلة جوتو وهو بيضرب واحد منهم وبياكل منه لانه شاكك انه هو اللي بلغ الشرطة ديجو في اللحظة دي بيتقابل كمايمة مع كيسوكي وبيطلب منه يفرج عن الاطفال وانهم الورسة الشرعيين للعائلة وهيوريسوا كل حاجة لكن كيسوكي بيقوله انها عادات وما يقدرش يتخلى عنها وبيسيبه وبيمشي بعدها بدقايق بيتصل ديجو بزوجته يوكي وبيطمن عليها وعلى بنتهم واللي بتقوله ينقذ الاطفال ويرجعهم لانهم محتاجينهم فبيتقول لها انه اول ما يخلص مهمته هيرجع للبيت ويحتفل بعيد ميلاد بنتهم مشيره وبعد كده ما بيستناش ديجو موفقة الشرطة وبيروح للقارية وفي اللحظة دي بيدخل كيسوكي الكهف وبيخرج يوكي وباي الاطفال وفي وقت ما بتكون اهل القرية مشغولين بالمهرجان وبيوصل ديجو للمكان اللي في الاطفال وبيلاقيه مقفول بالافل فبيقدر انه يفتح واول ما بيدخل بيتفاجئ انه يفيش حد موجود حتى الاطفال اختع في الوقت ده بينشوف اتنين من الشرطة رايحين لما كان يوك وبيقولولهم انه عندهم اوامر انه هم ينقلوهم لمكان امن لكن المفاجأ انه واحد منهم بيكون من عائلة جوتو وبيطلع مسدس وبنلاقي دمه منتشر في كل حتة بس بنعرفش مين اللي تقتل وبنرجع لديجو ولا بيلاقيش الاطفال وفجأة بيظهر من وراء الرجل العملاق الملقم بذلك الرجل وبيضربه على دماغه الفيديو ده كتبته داليا محمود بسجلته امع العقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكون مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سلام